موسيقى حياكم الله مشاهدين في العراق الاستراتيجية اخيرا التخلي عن كابوس الجيش الموحد بعد 130 مليار دولار اهدرت على جيش الميليشيات الاتفاق يذهب باتجاه تشكيل حرس وطني يبدأ من المناطق السنية مستقل تماما عن الحكومة المركزية لكن هل هي استراتيجية لتقسيم العراق تبدأ من جيشه القشرة الاخيرة التي تتعلق بها وحدة البلاد ام هي سياسة فن الممكن قبل ان يغرق الجميع تماما في بحور تنظيم الدولة اللافت ان غطاء المصائب ظهر فجأة في الضحية الجنوبية في لبنان المالكي الى جانب نصر الله ربما ليكمل ما بدأه في العراق ويواصل سياساته في محورنا الثاني التوتر يعود وبشدة للحدود السورية اللبنانية قتلى للجيش اللبناني في بعلبك وقتلى لميليشيا حزب الله في القلمون واسرى ايضا كيف انقلب حال الميليشيا الى موقف المدافع حتى في لبن والزهراء هي محاصرة وتنكمش ما هي خيارات نصر الله وكم يبقى الشيعة مستعدون لبدل انفسهم في قضية غير مفهومة كل هذا نبحثه بعد قليل أفدت مصادر اعلامية ان العشائر والفصائل المسلحة في شمال العراق وغربه سيشكلون قوات حرس وطني دون استبعاض ضباط الجيش السابق او البعثيين السابقين واضفت المصادر ان وفدا يمثل المدن السنية يبحث في الولايات المتحدة الية تشكيل هذه القوات وكانت عشائر سنية وفصائل مسلحة عراقية وفقت على فكرة تشكيل الحرس الوطني والانضمام اليه شرطة ان لا يرتبط بحكومة بغداد نتابع تفاصيل مع نهاية حكم المالك في العراق والسيطرة السريعة لتنظيم الدولة على اجزاء كبيرة منه تقرر تشكيل قوات جديدة من ابناء المحافظات ذات الغالبية العربية السنية لحماية مناطقهم ومدنهم تعرف باسم الحرس الوطني العراقي لتكون بديلا عن قوات الجيش التي سلمت مواقعها وهربت من المواجهة وبعد ذلك اشارت استراتيجية الرئيس الامريكي باراك اوباما الى ضرورة وجود قوات برية تكون ذراعا للتحالف الدولي على الارض وهي غالبا هذه القوات وارسل لذلك لاحقا مستشارين من الجيش الامريكي يتولون مهمة اعداد برامج لتدريب تلك القوات وتهيئتها لتكون مستقبلا قوات جيش دستورية يقتصر عملها على امن المدن السنية بشكل خاص وتأمين الحدود مع سوريا والاردن والسعودية في هذه الايام يبدو ان الولايات المتحدة ومع فشل استراتيجيتها ادركت ان قتال تنظيم الدولة لن يكون مجديا من دون التعامل المباشر مع الفصائل المسلحة السنية التي تعرف جيدا المناطق التي يسيطر عليها التنظيم كما انها تحظى بقبول شعبي ولذلك فان وفدا ممثلا للمدن السنية يضم زعماء عشائر وممثلي فصائل مسلحة ومسؤولين حكوميين يزور واشنطن ويبحث احياء فكرة الحرس الوطني شريطة ان لا يرتبط بحكومة بغداد ولا يتوقف القبول به على قواعد اجتثاث البعث او استبعاد الضباط من الجيش السابق ويقول مراقبون ان العراق الواحد المركزي بجيشه لم يعد موجودا ولذلك لابد من تشكيل قوات محلية من اهالي المحافظات بما يشبه شكل البشمرقة الكردية خاصة في المحافظات العربية السنية الواقعة بين ناري تنظيم الدولة من جهة والميليشيات الشيعية من جهة اخرى اذا ومع كل هذه التطورات الدامية في العراق تصبح الحماية الذاتية ضرورة وهي ردة فعل على الكثير من الافعال الطائفية وافعال تنظيم الدولة بينما يصر نور المالك نائب الرئيس العراقي على الذهاب بعيدا في خياراته الطائفية اذ يزور اخيرا حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية في سبيل التعاون لمحاربة الدولة الاسلامية على حد المزاعم اما بيان المضيف اي نصر الله فاكد على اهمية الاستقلال التام والناجز لكل دولة والمستغرب ان الحديث هنا عن لبنان المنقسم في كل شيء وعن العراق الذي يسيطر تنظيم الدولة وحده على نصفه تقريبا نناقش هذا الموضوع مع الدكتور محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة ينضم الينا مباشرة من لندن والدكتور نزار السمرائي مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية ينضم الينا مباشرة من عمال اهلا بكم ضيوفي الكرام وابدأ معك الدكتور شيخلي من فكرة تشكيل حرص وطني يمثل جيشا وتحديدا هو للمحافظات السنية هذه الفكرة بدأت اصلا مع الحكومة الجديدة لكنها لم تطبق اليوم الحديث ان العشائر والفصائل المسلحة توجهت الى واشنطن مباشرة والهدف من هذا هو الحصول على الدعم من اجل تشكيل هذه القوات لماذا الآن تتحرك العشائر والفصائل ومباشرة الى واشنطن وهل من الممكن تتجاوب معهم الاخيرة اي واشنطن نعم سيدتي تحياتي لك وتحياتي الى زميلي وصديقي الدكتور نزار وكل المشاهدين ما يتعلق بفكرة الناشنال جاردز هذه ليست وليدة اللحظة هذه بدأتها قوات الاحتلال الاميركي بعد 9 أبريل 2003 حيث انها بعد ان حلت المؤسسات الامنية وحلت الجيش العراقي بناء على قرار الحاكم المدني بولو بريمار تم تشكيل ما يسمى بالحرس الوطني وليس الجيش العراقي في عام 2003 نتحدث هذه الفكرة استمرت للأسف هذا الحرس الوطني كان مبني على زعامات الميليشيات الطائفية في العراق والتي جاءت من خلف الحدود تسير خلف الدبابة الاميركية سواء الذين جاءوا مع المدعو احمد تشلبي فيما يسمى بقوات تحرير العراق وايضا ما الميليشيات الطائفية التي زرعت وتدربت على ايدي النظام الايراني ابان الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي ما جرى بعد ذلك ان هذا الحرس الوطني وهو بعد ذلك تغير اسمه الى الجيش العراقي استمر على النفس الطائفي واستمر على تنفيذ الاجندة الطائفية ويعيث الارض فسادا في كل المناطق التي دخل اليها ولدينا شاهد عندما تم هزيمة اربع فرق عسكرية في معركة الموصل على يد تنظيم داعش في ذلك الوقت قبل اشهر معدودة وجدنا ان المواطن كان يتمنى باي وسيلة ان يتخلص من سطوة زعامات الجيش العراقي الذين دخلوا تحت يافطة الجيش العراقي وتسيدوا على رقاب ابناء الشعب العراقي كانوا يعتقلون بدون اوامر قبض كانوا يقومون بمداهمات عشوائية كانوا يعتدون على المواطن اوصلوا المواطن الى ازمة حقيقية مع كل ما يسمى بالجيش العراقي الان حقيقة هذه الفكرة التي طرحت هي بالتأكيد تذهب بالعراق الى دولة الكونفدرالية المستقبلية او الدويلات التي ستتأسس لاحقا عندما يكون هناك جيش او حرس اقليم او حرس وطني سميها ما شئتي خارج الاطر الدستورية والقانونية للدولة انا اعتقد ان هذا سيبقى في دور حماية الاقاليم وحماية هذه المناطق نحن امام مشكلة كبيرة نتجي الى كارثة اذهب اليك دكتور سمرائي من حيث امتهى الدكتور الشيخلي يعني العراق الكونفدرالية المستقبلية سؤالي مباشر هل هي استراتيجية الان لتقسيم العراق تبدأ من جيشه تحية لك ولصديقي العزيز الدكتور محمد الشيخلي ولسائر مشاهدي قناة اوريانت كما تفضلت يبدو ان مشروع دافيد بنغوريون لعام 1952 والذي تم بموجبه فرض خطوط الحظر الجوي هي انتصف التسعينات على اساس الخطة 32 و36 بدى يأخذ طريقه الى التنفيذ التدريجي نحن نعرف ان الولايات المتحدة الامريكية حصرت في الاونة الاخيرة على ان تسلح البيش ماركا بمعزن عن ارادة الحكومة العراقية في بغداد وكذلك حينما خاطبها شيوخ عشائر الانبار لتزويدهم بالسلاح من اجل تأسيس الحرس الوطني فانها تلكأت بصورة متعمدة ولن تستجب لهم لانها كانت تريد ان يكون تشكيل الحرس الوطني في محافظة الانبار والمحافظات الاخرى تشكيلا منفصلا عن الجيش العراقي الحالي وهو جيش تم تشكيله بموجب قرار بول بريمر بدمج الميليشيات وخاصة ميليشيا فيلق بدر التي كانت قد تأسست في طهران في السابع عشر من نوفمبر عام 1982 اذا ما اخذنا هذا بنظر الاعتبار وان حكومة حيدر العبادي كما كانت حكومة نور المالكي تتلكأ في تقديم الدعم فان الارادة كانت تتجه الى ارسال ميليشيا الحشد الشيعي الى هذه المحافظات من اجل ما يسمى بالحرب على تنظيم الدولة الاسلامية سكان هذه المناطق رأوا بامي اعينهم ماذا جرى في مدن محافظة ديالة مثل جلولاء والسعدية وما جرى في حزام بغداد في اللطيفية وما جاورها وما جرى في جرف الصخر وما جرى في بيجي وغيرها من المدن الاخرى وجدوا ان هذا الحشد الشيعي يحمل موروثا ثأريا ويريد الانتقام ولا يريد ان يحارب تنظيم الدولة الاسلامية وانما يريد ان يحارب السنة ويقول هؤلاء هم تنظيم الدولة الاسلامية يوم امس كان قائد قوات دجلة قد قال نعم حصلت انتهاكات في جلولاء والسعدية وبعض مدن محافظة ديالة ولكن هؤلاء ارادوا ان يأخذوا بثأرهم من تنظيم الدولة الاسلامية او المتعاونين معه لان هؤلاء كانوا قد مارسوا قتلا على الهوية نعم يعني دكتور سامرائي بلاء على كل هذه الاحداث يعني الحرس الوطني هو البديل حرس وطني من كل المناطق هو الحل الامثل يا سيدتي هذا ما تريده امريكا هذا ما تريده امريكا باسرار عجيب على ان تجعل في العراق ثلاثة جيوش من اجل ان لا يلتقي ابناء العراق يوما ما على ارادة واحدة لان الجيوش الثلاثة ستتصارع فيما بينها لنأخذ مثال واحد محافظة ديالة لمن ستترك هذه المحافظة التي لم يشكل فيها حرس وطني حتى الان هل تترك لفيلق بدر باعتبار ان محافظة ديالة محافظة حدودية مع ايران ويراد من هذه المحافظة ان تتحول الديمغرافية فيها تماما ويسكن فيها مجموعة من المستوطنين الجدد بعد طرد اهلها انا اظن ان موضوع الحرس الوطني وموضوع ميليشيا الحجد الشيعي والبيشمرقة هي جيوش ثلاثة لدول ثلاثة في المستقبل نعم يعني جيوش ثلاثة لدول ثلاثة في المستقبل هذا ما تريده واشنطن كما تفضلت دكتور سامر راي ولكن المالكي هل كان يريد جيش واحد للعراق المالكي عمره لم يكن يفكر بطريقة عراقية على الاطلاق كان يفكر بعقلية الشيعية التابع لايران والذي ينفذ اجندة ايرانية واضح ولنأخذ نموذجا بسيطا على ما قام بنور المالكي سنتقدم بالحديث نعود اليك في نقاط مختلفة ولكن دعني اتحول من جديد الى دكتور محمد الشيخلي دكتور الشيخلي الاستراتيجية الامريكية مبنية على وجود ذراع على الارض ان كان في العراق او في سوريا ما هي دوافع الحكومة لتأخير خطوة تشكيل الحرس الوطني او لماذا لم تسعى ايضا لتكريس الخطوة كجزء من استراتيجيتها ما يجري حقيقة على ارض الواقع من تقسيمات هو الشاهد والدليل القاطع على المخطط الامريكي الذي بدأ منذ بداية التسعينيات القرن الماضي وليس الان في محاولة الى تقسيم وتجزئة وتمزيق وتقزيم العراق حيث اننا سنكون امام دويلات سنكون امام صراعات بين هذه الدويلات تحت ما يسمى المناطق المتنازع عليها ستكون هناك مراكز قوة متعددة داخل هذه الدويلات وهناك صراعات مستقبلية لا يعلم مداها احد الا الله المخطط الذي وضعه جو بايدن فيما يتعلق في تقسيم العراق الى اقاليم والى دويلات اعتقد اننا وصلنا الى المرحلة الثالثة من هذا المخطط الامريكي بدأ بالفوضة الخلاقة واستمر بالحرب الاهلية الطائفية ونحن الان امام مرحلة يستنجد بها المواطن حتى يتخلص من سطوة الحكومة الاتحادية الطائفية والتي مارست شتى انواع الجرائم بحق المواطن الابرياء في المحافظات الغربية وحتى داخل العاصمة العراقية بغداد بالتأكيد هذا شيء مؤلم نحن امام مستقبل يكاد يكون مجهول حقيقة على كيفية السيطرة على هذه الدويلات على كيفية اعادة الاتحاد العراقي يعني سبق وانذكرت بان كان يحسب للرئيس العراقي صدام حسين انه اخر زعيم عراقي كان موحدا وقائدا للعراق ويحسب للمالكي انه اول زعيم عراقي اذا ما اطلقنا هذه التسمية جزافا عليه وهو لا يستحقها بالتأكيد فانه اول زعيم عراقي ساهم في تقسيم وتمزيق وتقزيم العراق من خلال سياسته الطائفية مع كل الاطراف العراقية المالكي على فكرة ليس شيعيا بامتياز فقط حتى الشيعة سبق وانذبحهم في واقعة الزرق وفي واقعة ما يسمى بصولة الفرسان في البصرة وبالتالي المالكي ينفذ الاجندة الايرانية التي الجميع يعلموها وخاصة الذين قاتلوا ايران في حرب الثماني سنوات يعلمون الاطماع الايرانية في العراق لكن دكتور شيخي اسمح لي هناك اتهام واضح بان امريكا هي من تسعى لتقسيم العراق السؤال هنا الحكومات العراقية المتعاقبة ومنها حكومة العباد الحالية ماذا فعلت لتبقي على عراق واحد هذه ليست حكومات وطنية هذه حكومات زرعها الاحتلال سيدتي الذي يتابع المشهد السياسي العراقي بعد تسعة ابرل الفين وثلاثة يرى ان كل هؤلاء البيادق هم ذات الشخص بنفس المسميات الا انهم يتنقلون من بيدق الى اخر في الرقعة السياسية التي رسمتها امريكا كانت هناك حكومة الجعفري حكومة ايد علاوي تحت ظل الاحتلال دعونا لا ننسى ان الانسحاب الشكل الامريكي لم يجري الا في عام الفين ودعش الدستور العراقي استفتي تحت الدبابة الامريكية الانتخابات جرت تحت الدبابة الامريكية التزوير كل هذه الامور تعينات مجلس النواب الشكلية يعني حقيقة لم نرى حكومة وطنية نبعت من معاناة من ضيم من قهر المواطن العراقي هؤلاء تسيدوا بواسطة الدبابة الامريكية فرضوا على عناق الشعب العراقي استعانوا بالميليشيات استعانوا بالتنظيمات الارهابية كفيلق بدر الارهابي وكفيلق القدس الارهابي هؤلاء ارتكبوا جرائم لم ترتكب في تاريخ العراق الحديث نهائيا جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جرائم ابادة جرائم تطهير حقيقة لم يتركوا شيئا يستطيع المواطن أن يتمسك بحكومة ويقول هذه حكومة وطنية هؤلاء للأسف وما زالت هذه السياسة مستمرة على أرض الواقع يمارسون أجندة طائفية تنفيذا لتعليمات سيدتهم ماما أميركا وبالتالي سيدفع ثمن هذه التضحية وهذه التجزئة المواطن العراقي الذي ابتعد عن المواطن العراقي أعود إليك دكتور سامراء أعود إليك في إطار المخطس الأمريكي لتقسيم العراق الحكومات العراقية المتعاقبة غير الوطنية أليست فكرة تشكيل قوات حرس وطني هي فكرة مجدية خاصة أن يشكل من المناطق العربية السنية لحماية أنفسهم من هذه الأجندة الطائفية من هذه الجرائم التي ترتكب في حقهم لا شك أن الأمر إذا أخذ تفسير الدفاع عن نفس فهو حق مشروع لأن الميليشيات التي بدأت بجرائمها في مختلف المدن السنية لم يسبق أن حصلت في أي بلد من بلدان العالم إذا فسرنا الأمر على أساس أنه دفاع عن نفس فهو أمر مطلوب وملح ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ومعها من يعمل لصالحها من ضمن العملية السياسية أو أطراف العملية السياسية الحالية لا ينظرون إلى الأمر من هذا المنظار فهم ليسوا بحريصين على الدم السني على الإطلاق وليسوا حريصين على الدم العراقي إطلاقا هم يريدون إضعاف العراق لأن العراق على ما يعتقد على نطاق واسع بأنه القوة الرئيسية في الوطن العربي التي وقفت بوجه الأخطار خاصة الخطر الإيراني الذي كان يهدد عروبة الخليج العربي وكان يمكن أن يشكل مشروعا قوميا بمستوى عالي لمواجهة التمدد الإسرائيلي والخطر الإسرائيلي على الأمة العربية لهذا السبب يظن بأن اقتلاع دور العراق الواحد القوي المؤثر في المنطقة كان هدفا ستراتيجيا للتحالف الأمريكي الإسرائيلي الإيراني أنا أظن أن هذه القوى ليس من مصلحتها أن ترى عراقا موحدا عربيا قويا إن سلمنا الآن بأنها فكرة مجدية هذا التشكيل ماذا يعني؟ ما هي مكوناته؟ من هي العشائر التي ستنضوي تحته؟ يعني علاقتها فيما بينها هذه العشائر وخاصة علاقتها مع تنظيم الدولة يعني هذا المكون كيف سيكون؟ يا سيدة الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حرصا وطنيا للدفاع عن السنة على الإطلاق تريد حرصا وطنيا من أجل قتال تنظيم الدولة الإسلامية التي تراه الولايات المتحدة بأنه خطر يهدد الأمن القومي الأمريكي وبالتالي فإن أمريكا تريد مرتزقة يتدفع عجورهم من ميزانية العراق وليس من ميزانية أمريكا هذا من جهة من جهة أخرى نحن نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية من أن هناك مئة ألف من العناصر المكون السنية من المدن السنية سينضمون إلى الحرص الوطني أنا أظن أن هذا التشكيل إن تحقق على هذا الشكل فليكون تنظيما عشائريا على الإطلاق وإنما سيكون قوة عسكرية منظمة لها دورها وترتبط بشكل أو بآخر بالمحافظين أو بوزارة الدفاع على الأقل من حيث التجهيز والرواتب والإشراف الفني أما فيما يتعلق بالمهمات والواجبات التي يؤديها فأظن أنه سيكون فاتيحة شر لصراعات ونزاعات مسلحة مع القوى المسلحة الأخرى وخاصة البيشمرقة والحجد الشيعي في جنوب وسط العراق نعم أعود إليك دكتور شيخلي الآن بينما يهتجها الجميع نحو الحلحلة نحو البعد عن الصيغة الطائفية التي أدت إلى ما هو عليه العراق الآن يزور نائب الرئيس العراقي نوري المالكي حسن نصر الله من أجل قتال تنظيم الدولة هذا ما يقال المالكي زار لبنان بصفته الرسمية كنائب رئيس أم زار نصر الله بصفته المالكي الطائفي نريد أن نفهم فقط أولا العلاقة التي تربط نوري المالكي بالميليشيات والكتائب في لبنان تعود إلى بداية ثمانينيات القرن الماضي عندما كان المالكي قائدا لكتائب الحسين التي تولت اختيال زعامات فلسطينية على الأرض اللبنانية والتي أيضا ساهمت في تفجير السفارة العراقية عام 1981 المالكي كان مجرما إرهابيا ساهم في هذه الجرائم ولديه علاقات مع حزب أمل اللبناني وأيضا مع حزب الله اللبناني المالكي يريد أن يديم هذه العلاقة يريد أن يوجد خطوط كما ذكر هو أن يبني المحور الشيعي طهران بغداد دمشق بيروت لغرض تحجيم الفكر الذي يدعونه المتطرف اتجاه هذا المحور وبالتالي هم يريدون أن ينفذوا كما قال زعامات النظام الإيراني بأن بغداد والبصرة وبيروت ودمشق واليمن أصبحت مرتعا للإيرانيين وتنفيذا لهذه السياسات دعونا نستذكر أن المالك عندما تولى السلطة في العراق في ولايته الأولى من أوائل أعماله التي ارتكبها في العراق كجرائم ضد الإنسانية هي قتله للعشرات بل المئات من اللاجئين الإيرانيين في معسكر أشرف من المعارضين للنظام الإيراني وهؤلاء شيعة وهؤلاء إيرانيون ولكنهم لأنهم يعارضون النظام الإيراني كان المالك يدا قذرة في تنفيذ هذه الأجندة بحق هؤلاء الأبرياء وما زالت هذه المؤامرات بحق المعارضة الإيرانية أنا أعتقد أن المالك في هذه الزيارة يريد أن يرسل عدة رسائل لجهات متعددة أنه لديه الأذرع القتالية التي يستطيع أن يتحرك بها سواء من خلال فيلق القدس الإرهابي أو من خلال كتائب حزب الله اللبناني وأيضا كانت هناك بعض التسريبات أن السيد حسن نصر الله قد ساهم في إمكانية إيجاد محاولة للصلح ما بين السيد مقتدى الصدر ونوري المالكي إلا أن القضاء اللبناني وبعد أن تقدم أحد الزملاء بدعوة بتهمة باتهام المالكي بارتكابه جرائم إرهابية على الأرض اللبناني وجدنا أن المالكي حاول أن يقطع هذه الزيارة ويعود أدراجه إلى بغداد نعم دكتور الشيخ لي سؤالي هنا متعلق بالمالكي وبالحكومة ولكن نعود لقوات الحرس الوطني فيما لو تجاوبت واشنطن وأكتت قناعتها بفكرة هذا الحرس كيف ستتعامل حكومة بغداد الرسمية مع هذا التشكيل الجديد خاصة هناك إشارة بأن مستقبل هذا المسمى سيكون جيش هل سنشهد تجربة صحوات أخرى تقاتل ثم يدمرها المالكي أعتقد أن الجميع الآن يعني بعد لا عودة للخلف حقيقية لأنه المشكلة الآن الجميع يريد أن يلملم جراحاته ويحافظ على ما تبقى له فيما يسمى بالدولة العراقية لا أعتقد أن هناك نوايا حقيقية لعادة توحيد العراق لأن المشكلة الأساسية هي في الدستور العراقي الدستور العراقي الملغم قسم العراق إلى فدراليات وإلى مسميات اتحادية وإلى غير ذلك أي أنهم أعادوا العراق من الدولة البسيطة وهي في أعلى هرم النظمة السياسية العالمية الدولة الموحدة أنزلوا بالعراق درجات إلى الدولة الفدرالية المفهوم الفدرالي في الدستور العراقي غير واضح فلهذا وجدنا الأخوة الأكراد استطاعوا أن يبنوا لهم كونفدرالية وليست فدرالية تابعة للحكومة الاتحادية والآن نحن أيضا في مرحلة لبناء كونفدراليات سواء غربية أو جنوبية وبالتالي سينفذ هذا المشروع الأمريكي على أرض الواقع والجميع من الأطراف الإقليمية والدولية سيكون مستفيدين من هذه التجزئة ومن هذا التقسيم إلا الشعب العراقي سيكون الخاسر الوحيد السؤال الذي يطرح نفسه إذا ما تعرض العراق إلى انتهاك في حدوده الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوبية من هو الجيش الذي سيقاتل دفاعا عن العراق الموحد الأكراد الآن يقولون نحن لن نستطيع أن نقاتل عن السنة ولن نقاتل نيابة عن الشيعة والشيعة يقولون كذلك والسنة الآن لسان حالهم يقول كذلك إذن نحن في مرحلة تاريخية أعتقد أنها صفحة سوداء في تاريخ العراق الحديث نعم شبه الموافقة على تشكيل الحرس الوطني بتخطي قواعد اجتفاث البعث وضباط العهد السابق فيما يتعلق بقرار حالة 24 ضابطا من ضباط أو كبار ضباط الشرطة في وزارة داخلية فيبدو أن الأمر يرتبط بعملية تطهير واسعة النطاق كان قد بدأها بحالة أكثر من 30 ضابطا من كبار ضباط وزارة الدفاع وكل هؤلاء محسبون بشكل أو بآخر على نور المالكي لأنهم جاء بهم المالكي إلى مناصبهم من المجهول لأنهم أما من أصحاب السوابق وأصحاب ملفات جنائية وملفات سياسية أو أنهم من الميليشيات ميليشيات الدمج وجاء بهم من دون استحقاق لا خريجي معاهد أكاديمية عليا في مجال العلوم العسكرية أو أنهم مرتشون أو أنهم أي صفة تنطبق عليهم ولهذا أراد حيدر العبادي تطهير وزارة داخلية في توقيت واحد مع إعلانه بوجود 50 ألف جندي من ما أطلق عليهم اسم فضائي بمعنى وهمي في سجلات فرق لحد الآن كمرحلة أولى تم اكتشافهم إذا معرفنا أن عدد أفراد القوات المسلح والأجزة الأمنية يصل إلى مليون ونصف فعلينا أن نتوقع كارثة مروعة وأرقام هائلة بالفساد المالي والإداري ويريد حيدر العبادي لعدم توفر الأموال على الأقل أن يبعد هؤلاء أو أن يحول الأموال التي كانت تصرف إليهم إلى الحشد الشيعي الذي تكون بموجب فتوة سستاني نعم أعود إليك دكتور شيخلي باختصار شديد لو سمحت هذه الخطوة هل هي فعلا خطوة تطهير أم فيها أجندات أخرى؟ أي خطوة تقصدين فيها؟ خطوة إقصاء الضباط نعم هي محاولات متأخرة يعني لقد سبق السيف العذل حقيقة يعني هذه المحاولات بعد أن ذبح العراق الآن روح المواطنة كما ذكرنا قد ابتعدت عن المؤسسات الوطنية العراقية وبالتالي أنا أرى كل هذه الحلول الترقيعية لن توصلنا حقيقة إلى علاجات ناجحة ستراتيجية العقلية التي حكمت العراق لمدة ثمان سنوات عقلية طائفية نفذت هذه الأجندة ساهمت في تدمير اللحمة الوطنية العراقية وبالتالي مهما يحاول أن يصنع السيد العبادي في هذه المرحلة أرى بأن العراق لم يعد يستطع أن يتحمل هذه الحلول الترقيعية بعيدا عن أي حلول ستراتيجية تعيد اللحمة الوطنية العراقية شكرا لك انتهى وقتي المخصص دكتور محمد الشيخ لمدير المركز الوطني للعدالة كنت معنا مباشرة من لندن وشكرا للدكتور نيزارة سم الرائي مستشار المركز العراقي للديراتات الاستراتيجية كان معنا مباشرة من عمان نذهب الآن لمشاهدين إلى فاصل قصير نعود بعده لنفسح الملف الثاني من تفاصيل افقوا معنا اشتركوا في القناة